كابتر حبا ديوسف فليكس انت عيشت معك تير فليكس لعبنا مع بعض يعني سبع مواسم متصلة لغاية ما هو احترف في اليونان وانا احترفت في تركيا فسبع سنين متصلة خدنا دوري متصل وافريكيا لأ كان لعب جامل جدا 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 فرود من الفراودة كابتر عادل باقي يقولك يعني هنا برضو عايز اقول برضو حاجة ناخد برضو من فكرة البرنامج او من فكرة الدي ايه النادي الاهلي بيكبر النجوم يعني فليكس كان جاينا لعيب صغير عنده 18 سنة وكانش يلعب مرشح للتعاقد معها لما كانت عادل سافر وراح غانا وجابه وجه هنكون رايحين نجيب لعيب تاني اه فليكس كان ناشئ ناشئ في النادي بتاعه لما لعب في النادي الاهلي وتقلق في النادي الاهلي بدأ يتاخد منتخب غانا منتخب غانا بقى في ايه في عزه بقى انتوني بوا واميدي بليه لعب كاسعان لعب كاسعان نعم انا بقول فده دور النادي الاهلي النقطة التانية كمان ان فليكس بصراحة من اللعيبة او من الفراودة في الفترة بتاعتنا كان على طول مستوابه تزايد مستوابه تزايد يعني قعد لعب حوالي سبع مواسم متصلة كل موسم بقى اقوى من اللي قابله بقى اقوى من اللي قابله لعب مع جميع اللي يعني الان هارس هولمان صوبل ادى ادى فترة وبعد كده انتقل بقى الباوك سرنيك في اليونان اه اتبع لآ احنا جبناه اه بخمسة اربين الف دولار للنادي هو اخذ خمستاشر اه وكان بياخد خمشمائة دولار وبعدين زودناها بقى تسعمية اه وبعدين بعد خمس سنين وارتبق جدا ارتبق جدا بعناب مليون دولار طيب اه ده ده صح ده صح بلاد النادي الاهلي ونجومه طبعا بيعبروا عن فرحتهم الكبيرة بالتتويج الكبير جدا بعد مرور عقدين من تتويج الاهلي بلقب نادي القرن يستمر صدارة النادي الاهلي للانديها الافريقية كابتن هاني كنا سعاداء بي جدا انا كنت سعيد معاكو كل سنة ان شاء الله كابتن محمد يوسف كل سنة انت طيب